السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد اليوم حول توقيف برنامج إنصحوني الشيخ شمش الدين بوروبي وسبب توقيفه أعلنت سلطة الضبط السمع البصري الخميس أن إدارة قناة النهار قدمت التساما بقرارها توقيف حصة إنصحوني للفتوى بعد طعن صاحبها شمش الدين بوروبي في فتوى وزارة شؤون الدينية بجواز تقديم إخراج زقاة الفطر بسبب الظروف الصحية الراهنة وحسب بيان للهيئة فإن رئيسها استدعى مسؤولة قناة النهار تيفي لتقديم توضيحات حول مضمون الحلقة من برنامج إنصحوني اعتبر مقدمه فتوى اللجنة الوزارية بخصوص جواز تقديم زقاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة من عيد الفطر صدق من الصدقات وجاب إعادة إخراجها وأضاف أن مسؤولة القناة رحبت وثمن تحركات سلطة الضبط السمع البصري لإعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية كما قدمت اعتذار القناة حول ما صدر من مقدم حسة إنصحوني وأكدت احترام القناة المرجعية الدينية الوطنية والمصلحة العامة للبلاد خاصة في هذه الظروف الإستثنائية ورفضها لتسييس الدين لأغراض مشبوهة وأكدت المسؤولة أنها طلبت من مقدم الحسة تقديم اعتذاره وتاراج عن كلامه الذي يعتبر خطرا وطعنا في مؤسسة الدولة وزارع الشق في التشويش على المجتمع إلى أنه رفض وكانت قبل ذلك قد منعته من تقديم حسة حسة يبطل فيها فتوى غلق المساجد وإذا ذلك يؤكد البيان التزمت مسؤولة القناة بقرار سلطة ضبط السمع البصري القاضي بتوقيف الحسة ومقدمها نهائيا وتقديم اعتذار مكتوب للوزارة ومن خلالها لجنة الإفتاء تتم قراءته عقب تلاوة بيان سلطة ضبط السمع البصري حسب ما أكده المصدر ذاته وشيرا إلى تثمين رئيس السلطة التزام القناة بقرارات السلطة بالإجراءات التي استخدمها قناة النهار تيفي في هذا الشأن